السلام عليكم ورحمة الله اخواني اخواتين اتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي افضل حالين ان شاء الله في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نرى التكنيك الالكتروفوريس سوف نحاول ان نشرحها بطريقة بسيطة وواضحة وسهلة للفهم اذا قبل ما نبدأ كما لا تنسى اشتركوا فيديو وبرتجوا مع الاصدقاء لكم بشكل شيء استفده ان شاء الله اذا على بركة الله اذا اول حاجة نبدأ بها كما عودتكم هو البرنسيب ديال التكنيك يعني نعرفوا هاد التكنيك هادي اشما هو المبدأ اللي تتقوم علي هاد التكنيك فالمبدأ هو انه تنضير سيبارات الموليكول سيبارات الموليكول يعني تستعملها سيبارات الموليكول اللي تكونوا شارجة اما بوزيتف اما نيغاتف زائد الكريتير الاخر هو طاي يعني تنضيروا أيضا سيبارات الموليكول يعني الكبير والصغير اعطيكم واحد المثال باش انكم تفهموا مثلا واحد الساحة واحد الساحة اضعنا فيها مجموعة ديال الناس هذه الساحة فها جوش ديال البيبان واحد في اليسر و واحد في الليمن نعطيهم Top Concern فإنطلاقة ، سأعطيهم مثلا الأينات ، سيخرجون من هذا الباب حول الأيصر والذكور سيخرجوا من هذا الباب في المن يعني نحن نعطينا كل حين أنه سيكون قد فتح لكي يخرجوا من هذا الباب والذكور استكلت على رسم هذه الباب إذن لنحن نحن نصح بتمثünde ، نحن نقوم بسارة عن تحته، أنه سيكون أولا وثنون عطايا يعني هذو كل البنات اللي كلهم متانا غادين باش انهم يخرجوا من الليسر اللي خفيفة و اللي تتجري مزيان هي اللي غادي تسبق يعني هي اللي غادي تخرج هي اللي ولا هي اللي غادي تسبق فاسميتو و اللي تقيلها و اللي وزنها بزاف و اللي ما قدراش تتجري هي اللي غادي تتعطل كذلك بالنسبة لهذه التكنيك يعني فاشن دير راسي بارسو متان ديال دي موليكو البوزيتيف تكونوا متانا غادين فواحد الاتجاه فالخفيف الموليكو اللي خفيفة هو اللي غادي يسبق اللويل ثم غادي تبعو هاداك اللي تقيل شوية اللي تقيل و هكذا تكونوا درنا لسيباراتون سلون دو كريتر واللاجوة ديال البرامتر اللي هما لطايا والشارج فغادين نشوفوا داب التعريف كما جاء في الكور الإلكتروفوريس لاميقراشون دي بارتكول شارجي سو الانفليونس دي شان إلكتريك يعني تنديرو لسيباراتون ديال الموليكول اللي تكونوا شارجي كما جاء يعني تكون لديهم واحد للشارج إما بوزيتف أو لا نيغاتف تحت تأثير واحد الهدل الهدل سيطان ميتود ديال الموليكول ان فانكسون دو لغ طاي و لغ شارج جوجة الكريتير اللي تنتمتع لهم بسيطان هما لغ طاي و لغ طاي ديال الموليكول و لغ شارج ديال الموليكول هاد الميتود هادى تنسى عمله فقط برسيباري الموليكول اللي تتكون عندهم ينشارج هاد الموليكول هادو قد نشوفوهم هما لبروتين و لزاسد نيكوليك يعني لزارن و لزاردن تنقلوا لاد مالو ماهدي هاد التكنيك هادى تنسى عمله فقط برسيباري الموليكول و لزاردن يعني الديان و الار برسيباري اذا البرنسيب هو الانود اللي غادي تكون عنده واحد لشارج بوزيتف و الموليكول الكاتيوني يعني الموليكول اللي تكونوا شارجي بوزيتف سو دي بلاس و الكاتود يعني تيمسيوه و البرنسيب يعني تيجر الكاتيوني تيجر الكاتيوني اذا اشنو ستكون اشتوحنا ديله ناقص هاد سمية هادو عقلو ليوم زيانة و غد تحتاجوه ها هو مثال هذا هو الكاتود يعني واحد الصفيحة او مهم غادي نشوف هذا بالبرنسيب الكاتود اللي تيكون شارجي نيكتيف اشنو تيجر تيجر الكاتيوني يعني الموليكول اللي تكونوا شارجي بوزيتف والانود اللي عنده واحد لشارج بوزيتف اشنو تيجر تيجر لي ليسانيون اللي تكون عندهم انشعاج انشعاج نيغاتيف Application Principle إذا هاد الشيما هادي تتبيه لنا تتبيه لنا يعني ال Principle او لا ديال هاد التكنيق إذا شنو تكون عندنا تكون عندنا واحد الكيوه إلكتروفوريز يعني بحل واحد الإناء تكون من الزجاج تكون عندنا واحد الصافيحة support إلكتروفوريز تنستعملو إما كوشمانس إما تنستعملو جيلة نحن غد نشوف دابالي تيب ديال ديالالكتروفوريز إذا ثم عندنا هنا الانود هذا الانود شعجي بوزيتيف على اسمنا انود لأنه تيجر لنا ليسانيون يعني تيجر للموليكي لشعجي نيغاتيف يعني ديما تنقر عودة شيء باش تشدوه بزيان الكاتود هو اللي تيكون شعجي نيغاتيف على اسمنا كاتود لأنه تيجر لنا ليسانيون وهادا جي نغطيه يعني باش تيعطينا الكهرباء تيعطينا الضو إذا شمي تنقره تنحط له إذا هاتشي كاميرا مش روحة مهنا يعني لا دعيب لنبقى القرام أشحيكم كل شيء إذا هنا عقل وسط تنحطه لشانتيون دينا يعني ديك العينة اللي فيها بزاف ديال الموليكي لشعجي مثلا واحد لكستخدية لها ديان إذا نحطه هنا هناك واحد العينة فيها مثلا بزاف دياليزة ديان ولا بزاف ديالي بروتيين تنحطه هنا ومن بعد تنخدمه هذا الجنيراتور يعني تنخدمه الكهرباء فشنو تيوقع؟ إذا تتكري عندنا هنا واحد لشان إليكتريك بوزيتيف وهنا تتكري عندنا واحد لشان إليكتريك نيغاتيف يعني واحد حقل كهربائي موجاب هنا واحد حقل كهربائي ثالي إذا وهذا إلا لحظة تصافيحة رأيها محتوطة في هذه هذه يعني تنسمي واحد من الماء إلى غير ذلك فشنو تيوقع؟ إذا فشننخدمه كنا هاد الجنيراتور فشنا نخدمو الالكتروفوريذ الإليكتريك هموليكي لآسي اللي موليكي اللي يكونون مشاجرين غدي يمشي عند الانود يعني غدي يصافروا فق هذه الصفيحة يعني هذه الصفيحة فشنو تنحييظوها غدي يلقوها دي طاش ب��ال شكل الكروماتوغرافي يعني غدي يلقوها بوقع هاو ما يعني سيجي ولموليكي اللي تكونوا مشاجر بوزيتيف غدي يميغري غالي غدي هاجرو فيا غيالكاتود غدي يمشي يعني من هنا الليسر من هنا الليسر سيكون فقط لمولكول شعجي نيغاتيف ومن هنا الليمن سيكون فقط لمولكول شعجي بوزيتيف ولكن سيكون متفارقين لأشياء لسبب سيبرازون تدار أيضا سولون لاطا يعني الخفاف هم اللي غدين القاوم هنا الليولين والتقال هم اللي غدين القاوم شوية يعني باقين معتلي هذا هو البرنسب لاتيك هذا هو الليكترافوريز وهنا سنتمنح وتلاحكي ل each break هو الليكترافوريز ثم الوزا بالتقال أو ي gold صـجل نبدا لكن فيه ننفع الليكترافوريز د Age هذا الكوش هذي تنسميه ايما البابية او تيوغ أسيطات السيليلوز يعني البرانسيب واضح كما صرحناك بلا في هذه الشيما هو انه تجيب واحد البابية واحد الكوش تنحطها يعني في هاد السوليسون طنبو هنا وهنا هذا تندير فيه الانود عفوا تندير فيه الكاتود وهذا تندير فيه الانود وهذا الانود الكاتود وهذا تندير فيه الانود الكهرباء فنضع لنا الشانتين كما تتلاحظون من بعد فنخدمه الالكتروفوريز لذلك الموليكول اللي شارجي بوزيتيف رهم غادي ميغري وفير الكاتود ها هما ثلاثة ديال اليطاش وليموليكول اللي شارجي نيغاتيف رهم غادي ميغري وفير الانود كما تتلاحظون هاد اليطاش زائد حاجة اخر كما قلنا هذا اللي بالبنفس جهنا اذا هادا را خفيف خفيف على هادا وهادا خفيف على هادا بحال اقلنا واحد هادوك البنات اللي غادينتيجروا عند ذاك الباب هاد اللي بنت هادو هادو هي ميغري تجرى مزيان هادو هي صب homepage ها هادو معطله شوية لأنها وزنة شوية تقي Britt هادو هذه تقي Britt بتني تقي نشر را ابسييل شرينا مثلا خழ يعني نضอยه الاعج مدايو البرنسبة للسبار لعفavamي بالنسبة للنوع لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمالالالالال المالكول لل interrogation بالنسبة للعاف shower متى اول VM موسيقى مالا الجيل يعني sen تدرسط واحد الجل على عكس على عكس الإلكتروفوريسيوكوشمنس إذن c'est la technique la plus courante هذه الإلكتروفوريسيو الجل c'est la technique la plus courante utilisée pour la séparation de les protéines pour séparer les protéines et les acides nucléiques يعني les ADN ou les ARN les gels d'isage les gels que vous utilisez تستعملو الاغاروز وتستعملو الجيل بوليأكريلاميد بنسبة لفرق بينهم هذا الاغاروز تستعملوه لتسيبار الاثنين نوكلي وبنسبة لجيل بوليأكريلاميد تستعملوه لتسيباري البروتيين نحن لها المعلومة هذي نبدأ بالإلكتروفوريز سيوجد الاغاروز إذن الإلكتروفوريز سيوجد إذن 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 الإلكتروفوريز سيوجد يستعملوها الإلكتروفوريز إستدأس 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 يعني إستدأس ترجمة نانسي قنقر 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 CP نصبع ملانش بروتيك حضنا واحد عدنا مثلا البروتيين بار اكستركسيون وناقر عدنا اكيفا نفعل اكستركسيون بروتيين و هاد شي حك اشرح هذه التكنيك هذه التكنيك شميك بولا بيولوجي يعني ره مرتبطة فيما بيننا يعني الدكة التي نتنشوفها و بحquesة هي نوضفهم فيها كل مكان نشوفها من قبل ندخلها في الإلكتروفون يعني من بعد ما نطلحنا الوماجنيزاق من بعد ما خرجنا مثلا البروتيين با إكس حاكسيون لبا كذا إذن كيف حدين نصاوبوا هاد الميلونج هاد بروتيك باش محطوه في الإلكتروفوريس نفهم؟ إذن أول حاجة تنشدو هاد البروتيين ونفه بويه ونشدو ذاك البروتيين وتنسخنوه يعني تنسخنوه علاش باش يدي ناتوري حكا عارفين بأن البروتيين ما تيكونوش يعني دي ناتوري ما تيكونوش في الفهم هم لنيار الخطيئة وبشيراج وشطوف البيوشيمية دي ناتوريين يعني تكونو مترابطين فيما بينهم يعني بأخرجات الليزن احنا احنا كثنا دروري نتصرعه ويفية تنسخنوه حروفنا هادش تقريبا في حالة التكنيك إذا الحرارة هي تتصرف ديناغراتيون دين البروتين نشاهدنا هاد شي تقريبا قبل فوحة هذه التكنيك إذا الحرارة هي هي التي تدرينا ديناغراتيون دين البروتين ل lâche wiena قال لك تنسخنوها تنسخنوها هاد البروتين هذه لأينا عليهم ديناغراتيون ولكن en presence بالوجود للوحد الجوج عن المكونين اللي هما ال SDS هاد ال SDS تكشي باش تنسموها هاد التيكنيك هاد هيا SDS إذا اشنو تدرينا هاد ال SDS هذا SDS تعطينا تعطينا واحد لشارج نيجاتيف لبروتين يعني بحل قلنا البروتين تيرضهم كلهم نيجاتيف كلهم تعطيهم واحد لشارج نيجاتيف دان هنا كوميليا شارج نيجاتيف فموليكولو SDS سليزو ماسكتو لشارج دو لبروتين يعني فاشتيل سقفوك لبروتين تغبقى ع هدوك لشارجي لبروتين سواء كان بوزيتيف ولا نيجاتيف حنا بشغل نشفيه ولكن هو اشم تيدير هذا حيث يعطينا هدو الاسدس هذا تيرض لنا لبروتين كلهم نيجاتيف تيرضهم كلهم شارجي شارجي نيجاتيف كلهم واحد شارج واحد لشارج ليها ساليبة يعني فاش غاد نيدون لسيپااسون كلهم غاد يمشيوا فين والانود كلهم غاد يمشيوا فين والانود مش بحل قبي ينصت يمشي هنا ونصت يمشي هنا هنا فهاد الاسم دي إس بيج ونصيت واحد الملاحظة ما أكتش لكم هو أنه السيبراثوني تتمشي غير إني ديريكسيوني تتمشي غير فخط واحد لماذا؟ لأنه قاعدة بروتين تيولي وشارجي نيغاتيف فاشتنستعملوا هاد الاس دي اس كل هم تيولي عندهم إني شارج نيغاتيف دون كل هم غادي يمشيوا ذا الانوديني كل هم غادي يمشيوا في بلاسة واحدة في اتجاه واحد حلا قلنا ذيك الساحة رجعوني ثاني نقودوا على الساحة هذيك الساحة اللي فيها الناس هكذا يعني فيها بزاف دين الناس واسميتهم حنا كل هم حل قلنا رضيناهم فوق محدة وكل هم قلنا اليوم كاملين غادي تدوزوا غير من هاد الباب اعطانهم غير باب واحد حللنا اليوم غير باب واحد قلنا لهم كلكم غادي تدوزون هنا إذا الاسيبراثوني وش عدي توقع سولوني شارج ولا سولوني يعني الجنس هادئ بنت ولا ولد ولا لا اعنا في هاد الحالة عدي توقع سولوني فقط لا طايا يعني اللي خفيف اللي غاديئ اجري اللولولولولولولولولولولولولولولولالالل diarrheaak نحن التوقع صحيح ما الذي نفعله في هذه التكنية؟ يعني كلهم نعطيهم لشعج نيكاتيف ومن بعد فشل خدمة الإلكتروفوريس كلهم يمشون إلى النود ولكن السيبارات تتوقع لنا فقط سلو لطايا ديال هاد البروتين سنرى هذا كل شيء في ديال هذا هي الفورم ديال هاد ال SDS اللي تعطينا لشعج نيكاتيف من بعد قلنا امبرزنس ديال SDS و امبرزنس ديال واحد الاجان غيديكتور عشنو هاد الدور ديال هاد الاجان غيديكتور هو أنه تهرس لنا ذلك اللي يزن تهرس هاد اللي يزن Этотو التي كون مبيبين البروتين مثل هاد بروتين مع هاد البروتين تتكون مثل بينم واحد اللي يزن هاد الاجان غيديكتور يهرس لنا هاد اللي يزن علش ب silos يقولوا هنا البروتين يعني يقولوا كل بروتين باحضون ما يبقاش واحد اللاسكب واحد مفpunktها ديال هاد الاجان غيديكتور اللي تسميه الطارب ميركاب تةينول ميمس ميرا معقدشوية عارفون انتم مغير إنه نبخزن ديال هاد الاجنوئي دكتور وكما أتحدث لكم يعني في هاد المستوى احنا ديال الندبة ديال الاس في ايس تروى يعني خصنا فقط نعرفوا اللي بخانسب ديال هاد الاتيكنيك هاد يعني كيفاش حنا نخدم بيهم هذا هو الول اللي خصنا نعرفه حنا فهاد المستوى ديال اللي احنا فيه نفهم فهاد الخطاطات تتوضح لنا نعطيكم معقد الخطاطة اخرى كم ادرتيان في الملخص دونك نبخي ابع سيطلب لهم الملونج فعلى ندب هنا أحد الملانش من البروتين هذا إذن نسخنه لماذا؟ نسخنه لكي نعطيه لديناتراسنه لكي يرجعنا لفق من نير ولكن هناك من الموجة من الجوج للموليكول والجوج للجوج للخضر اللي هم هذا البيتانون و الميتون هو واحد الاجن غيديكتور الذي يحرس لديك الليزن الذي يكون بين البروتين هم اللي يحرس لليزن ثم أما تكون أيضا تكون في هذلك الميلواج تكون زايدا في الـ SDS أشمو تديرنا هاذ الـ SDS هذا البيضة هذا تدير لنا دينة تغييرات الجبنة وهذه الـ SDS تدير لنا الشارج يعني تعطينا الشارج نيغاتيف لمن للبروتين يعني تردهم كلهم شارجة نيغاتيف دينة تغييرات الجبنة يضن شارج جلوبيل نيغاتيف إذا فهنا ذلك سوف نضغط الوجيل سوف نضغط البروتين سوف نضغط الالكتروفوريز المرحلة التالية هو أننا نصق هذا الجيل الوصف بين صفائح الزج لعطينا هذا الشكل حاجة أخرى اللي بيت نقول لكم نسيت ما قلتها هو الفرق بين الكحوماتوغا بالإلكتروفوريستيوغجال والإلكتروفوريستيوغشمانس بالنسبة للإلكتروفوريستيوغشمانس تتكون يعني أغيزونطال هذه أو لا تتكون يعني تتكون دائما هي يعني أغيزونطال يعني أفقية فهم علاش بشأن الموليكي اللي تكونوا شعجي بوزيتيف يمشيوا وموليكي اللي تكونوا شعجي نيغتيف يمشيوا أخرى أما بالنسبة للإلكتروفوريستيوغجال قلنا بأنها تتدار لنا فقط يعني في إتجاه واحد إما تتكون هكا يعني تتمشي كلهم تتميغروا إلى تحت الفرق الأنود علاش لأنهم كلهم شعجي نيغتيف فترش علي تشين بال إذا قلنا من بعد ما صوبنا من بعد ما صوبنا الجيل ومن بعد ما صوبنا مصوبنا الميلانج هذا الجيل سيضح بين واحد جوش للبلج نقالي كل الجيل أندخ دو بلج دو بلاك دو وفق فكسيسي واحد جوش دي الصفاق دو الجزج تنديرو بنتهم يعني تنجبه وتنبقو نهزو هذا الجيل وتنبقو نكبوه بين هذو جوش لكي يعطينا واحد للمطاقة بحلق لنا تنصوب واحد واحد مستطيل أو بحلق لنا واحد القالب إلا وخل حلوة نريد أن نصبه الحلومة المستطيلة نجيب واحد القلب واحد القلب مستطيل ونقبوه فيه الشوكولاتة ونبيعي تعطينا شوكولاتة مستطيلة أو مربعة أو على حسب على حسب هذا القلب هذا ما نقوم به نجيب واحد جديد ونقبو بيناتهم ونجعله شوية تبريد سوف نقوم به إذن كيف تنقوم به هذه العملية أول شيء لدينا جديد الصفائح نقوب فيه جيل تسمى الجيل تسمى الجيل الجيل جيل لأنه فإنما تقوم لهم الجيل الجيل لأنه سيكون أفقي السقف أو جيل يكون أفقي لأنه الآن تقوم بقناة المغرسة للبروتيم صحيح؟ ومن بعد تنجيب واحد البرتة أخرى لجل تفهم؟ البرتة الأسفلية تسمى جل جل هذا البرتة هذا البرتة هذا البرتة كيف سنصيبها تنجيب الوجل تنكبه ومن بعد كيف سنجيب واحد بسميه واحد بحل واحد الشكلين عنده شكل المشطط تفهم؟ بحل شكل المشطط عنده هذه السنينات تفهم هذا هذا البرتة ومن بعد نرى هنا في الكور هو هذا فهم؟ إذا هذه تكون في هذه السنينات سنضعها فوق هذا الوجل لأنه سنكبه سيكون باقي سائل إذا سنكبه الوجل تنجيبه علاج لكي نجيبه لكي نجيبه لكي نجيبه لكي نجيبه لكي نجيبه لأنه هو سنضعه لنا لكي نضع لكي نضع المشطط وكي نضعه على فوق ونضعه للكي نجيبه بالكي نجيبه وتحضبه لتحضبه تحضبه هذه المشطط وطموح وخير وشترك تحضبه لكي نضعه تحضبه الخبز أو كي نضعه لكي نشيبه تضع فيهم الشانتين تضع هنا وهنا 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 هم عدوة الدور ديال الاسمين إذن هذا الشيء والذي تنظر في يعني في فاشنبغو نسقو هادك الجيل ديال الالكتروفوريت إذن نبعد قلنا هنا البلاك ديال فاشنصيبو هادوك البلاك وتنظر بنتهم صافي الجيل طيال الهادو الجيل طيال الهادو with إذن هنا تضيط عن المساعدة تضع بشأن تشأن تحميله هنا في هذه المساعدة تضع بشأن تحميله تضع بشأن تحميله ومعطان الإلكتروفوريز في إذاً لماذا نعمل الإلكتروفوريز هذا هو الجيل المرحلة للميغرasson للميغرasson أو الإنتغير للجيل البروتين ميغران توجد الانود لكن كلهم سوف يمشون الانود لماذا؟ لأنهم كلهم شعجي نيغاتي هذا يعني أنه سيكون فقط مليكولير من البروتين سيكون الفاكتور سيبارسون في هذه الحالة الفاكتور الرئيسي سيبارسون سيبارسون تدار فقط بالاعتماد على فسيبارسون ويانود أن نحن أجري لأن يجري كلنا عنده لأحد الباب فالي يختف هو الذي سيئ سيسبق والذي يتقيل هو الذي سيطلق الـ يسقط الكلور سيحبس بها لأنه يكون تكون هذا المحلول تكون تكون لدينا كولور فإذا احد وسط الكولوتر يصل لنا إلى التحت لتحت الالكتو فإنتاح يعني بدايس إن تخرجونا البروتين من التحت إذا كنا عيبنا هي خدمة محددة ستبقى وغادوا لي خرجوا لنا من هذك الوجيل لي مشغل أننا لا تجاولونها من الموجيل نغني نقوم بعملها الحمد فإن غديد ما تناول على حسن لا تصبر بالتقيلها و تستطيعها وهم نتعطيها فإنه يخدمنا الكلام ستبقى وغادوا بعملها من نصف الوجيل وينزلوا لنا هذا الطمب ومحل لشي حاجة ما درناها يعني على التمر كلها اللي ضربنا ما درناه وله إذا نخص نتابه لذلك القضية هذه أتقريباً رغادي تكونوا درتول يعني التابي خاصة بهذه الإلكتروفوريز من بعد قليل كنا أبخي ميقراشون الجيل إدمولي يعني من بعد ما تنديروا لفشتات الثالي تنحبز الإلكتروفوريز تندموليو هذا الجيل يعني تنحيدوه من وسط هذوك البلاك إذا مفش قد نحيدوه هذا الجيل هذا الجيل اجنفهه رفع في البروتين نفروم يعني هذا الجيل رفع في البروتين إد apple إذن من بعد ما صاف حبزنا الإلكتروفوريز حيدنا هذاك الجيل ديهنا لي في هذوك لي فيه لي بروتين إذن كيفاش غادنشوفو دابع لي بروتين كيفاش غادنشوفو هذوك لي بوضع دي لبروتين ل yesterday ��يفيلاCion كان ير Sulwe deshalb F48 ولكن يحضر الكلوران هذلك الكلوران تتفعلنا مع البروتين و تبينه لنا على شكل باند فهم تبينه على شكل باند بار اكزامل تستعملوا اما البلو دوكوماسي او لن نتخل درجه هذا مثال هذا مثال هنا اكزامل تغيباليسان دي بروتين بلو دوكوماسي هذا هو الوجيل نحيدنا من عند ذلك البلاك ودرنا لهذا الكلوران اللي هو البلو دوكوماسي من بعدشنو تبينه برض وكما انضر فارز نتمكن من تخلص البلو الى بمتنه واحدة وكما تظل دائماً للميغراسون تتوقع لنا من ناقص الزائد يعني تتوقع لنا من دائماً إلى الأنود. لماذا؟ لأن البروتيين في هذه الحالة ركو لهم شارجة نيغاتيفة. من بعد لدينا تغميناسون ديال الماسموليغ يعني كيف سنحددو الماسموليغ ديال هاد البروتيين مثلا هاد البروتيين هدا بغينا نعرفو أشمن البروتيين. مثلا في هاد البروتيين هدا بغينا نعرفو مثلا بنونا ثلاثة ديال البوند. إذا إذا قد نزل tecnologية من этом ثلاثة ديال البروتيين. ولكن بغينا نعرفو هدا أشمن البروتيين. وهدا أشمن homiler وهدا أشمن البروتيين. وهدا麻 ف merits نحددو نحددو الماسموليغ ديال هدا البروتيين هدا ونقارنوه مع وحد الماسموليغ دائما اعرف فينو أصلا. إذا قلنا للماسموليغ ديال ت體ميني على مركور ماهذا من الضعرات دوس spare P.O.O.S. يعني نحط الملان جروبات كمثال نحط الأشخاص من الضعرات الأولنا, الثانينا والثالثنا والرابعنا والخمسنا يعني مثلا في مصدر الضعرات الحديقة فيهم مثلا وعندما هناك ملاحظة بروتين ولكن نحن هنا بروتين نحن لا اعرفون تهم ولكن تقام دائما واحد المعقير ماهذا يوجد أن يكون هناك بروتين أعطينا فمثل هؤلاء بروتين وعارفون جميع المسموه ووضعهم معهم هنا الآن تعطينا موضع هدى بروتين كيف يستطيعون لتحدث الثلاث قطعنا بعد المطلوب اخرنا لنأخذ انفر تحديث مثالا أعطيكم مثال مثلا هذا هذا ماذا أركب به ذلك حتى هنا هذا الشنتيون ثلاثة نريد أن نعرف هذا البوند هذا النوم الى الفانسي إذا نريد أن نعرف ماذا من بروتيين إذا ماذا تفعل يمكنك الحسبين البحق يعني نحسب الحفل المسافة لذلك على هارة بروتيين ربما يمكن نتعرف س bağرر عن تقبل يعني نحسب الحفل من هنا حتى هذا البوند يعني نحسب الحفل المسافة مثلا 2 سنتيمتر مثلاً على المسافة من الفوق إلى تحت القاعدة الأخرى مثلاً تنظروا الجوج مثلاً هذا قطعات لنا الجوج على مثلاً خمسة سنتيمترا إذاً الجوج على خمسة مثلاً تنحسبوها تعطينا الموبيلتي غولاتيفة من بعد ما تنظروا؟ تنرسموا واحد المنحنة واحد المنحنة ستندار وتنحددوا منه البواموليكيلا إذاً هاد المنحنة هادا؟ هاد المنحنة كيف ترسمو فيه؟ إذاً ترسمو فيه المصموليغ يعني اللوغ ديال المصموليغ على الموبيلتي غولاتيف هكذا ولكن باش هاد المستقيم باش ترسمناه؟ رسمناه بهذا المعكور اللي استعملنا هم هاد المعكور هادو عارفين اللي بروميكيلاغ ديالهم إذاً هم تنحطوهم هنا ها هي هنا تدري الاسقطت على موبيلتي غولاتيف سننحدث لمعكور هاده الموبيلي غولاتيف وإحنا عارفين البواء ديالهم إذاً تنجي وتنحطوهم هنا و ترسمو بهم واحد للمستقيم هذا المستقيم هادو عاوني باش نعرفوه مثلا هذا البروتين الذي يجب أن نعرفه ما كيف تضره هذا البروتين الذي يجب أن نعرفه هذا مثلا هذا إذا هذا كالنا نحسبه للموبيل التغولاتيف كده نحسب للموبيل التغولاتيف وتنجيولا مثلا هنا خرجت لنا 0.5 وتنضي لها الإسقاط على المستقيم الذي نقوم بإمكانه وتنضي إسقاط على اللقاء المصمولاء وتخرج لنا المصمولutos ومضي للبروتين تحكين لآن المتعرفة خرجل الذى Dienst HANK بإنسابة للخ houmات العين الكريم재 أعطbands من فوت الجل د켜روز mart العين لعين الكريم لأن هذا العين الكريمهات الكريميهية شعج نيغاتيف يعني كلهم سيذهبون فيه لنطب الفرق الوحيد الفرق الوحيد هو أنه هذا الإلكتروفوريز بنسبة الجيل بوليأكريلميد وفي النسبة للبروتين كما رأينا تدار فيرتيكال يعني عمودية تنضيفها هذوك البرق هذوك البلاك تنضيفها عمودية بالنسبة لجيل داقاروز تنستعملها أو لا تدار أريزونطالما تدار أفقية هذلك الجيل تنضيفه أفقية لماذا؟ دي على فب الأدزيون لأن هذا الجيل داقاروز لنضيفه ما بين الجيل لنضيفه الجيل إلى حطناهم عموديين سيزلق ونضيفه لم تنضيفه في الجيل لنضيفه أفقية هذو فرق الوحيد صحيح؟ بحال البنسب تاني بحال هذه الجيل قبل سنضيفه لأفقية سنصابه ثاني الجيل إلى غير ذلك اذا بالنسبة لنضيفه لدينا أخذ الإشانتيون سميلاج هذا الإشانتيون لدينا إضافة لنضيفه مع جيل لنضيفه لأنه يقوم بالنسبة لغاية لأنه يستعمل لنضيفه إذن تستعملوا إما البلود بروموفينول هذا تستعملوا ببور الفخاقمون بتي يعني تستعملوا ببور الزدين التي تكون لطايا صغيرة وكين لدينا الكزيلين سيانول تستعملوا ببور الفخاقمون التي تكونوا كبار يعني لدي طايا هما كين هنا في الكور هنا تستعملوا ببور بروموفينول تستعملوا ببور الفخاقمون الزدين التي تكون لطايا 300 بردوباس أو هذا تستعملوا ببور الزدين التي تكون لديهم حتى 4000 4000 بردوباس صفحة بالنسبة لتكنيكي كيف تستعملوا كما قلنا تنصوبوا الجيل الجيل تنصوبوا هوريزونطال من بعد تنصوبوا في هاد المشطل لكي نصوبوا هادوك هادوك التوقوب اللي غد نحط فيهم لشانتين تجيبوا هادلشانتين هذا ملانجي وقلنا مع هاد جوج ديال لكولوران عفوان من بعد تنحطو هادوك 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 لشانتين ودائما تنصوبوا واحد مستطنظر يعني واحد يحنا عارفين اللي طي ديالو وعارفين يعني وكي كون هم يعني عارفين البوموليكو لها كده بشتر ارسمو به من بعد ذاك الخط اللي قلنا باش نحددوه باش نحددوه ل باش نحددوه ل لامس موليكو ديال هادوك 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 هما ما عارفين أفهم من بعد صارفين تنحطوه قلنا هاد لاجية ليمكن هادي كون الكتروفوريس قلنا بان هاد الموليكول كل هم غدي يمشيوا الهنا اللموجة يعني غدي يمشيوا لعند الانود لماذا؟ لان الازلتائن والازلتائن تكون هدو مشهار نيغاتيف يعني ما تحتاجوش ندير هادا كشي دي الاس و هادا و هادا من بعد فاشا نحيدو الجيل اذا انتيبال لنا تيبال من هاد اللي يفقدموا هادو تنحسبوه يعني لديستانس بطار كوري ديال شاك بوند وتنجي وتنديرو لها الاسخاط ديالها على ذاك الخط اللي ترسموه انطلاقا قلنا و هادا كوري دياله من بعد قنسيت بانه بالنسبة بالنسبة لغيفي لاصوي يعني باش نشوفو هادوك الهدوك هادوك الفراغمون نستعملو البرومير دي تيديوم هاد البرومير دي تيديوم تيعطينا واحد اللون يعني برتقالي تحت يعني فاشا نديروه هادوك الاشعاء يتخافيولي فوق البنفسجية هادوك البرومير دي تيديوم تيدخل تيتفاعلين مع هادوك اللييازون اللي كانتنا في الادئين و فاشا نديروه يعني نديروه لغايون تنخدو داك الوجهل تنديروه يعني فوق الاشع على فوق البنفسجية و تيبالونين هادوك البند باش نقدروا نحسبوه باش نقدرون نحسبو هادوك يعني المسافة ديال كل البند غدين دوزوا تابق غدينشوفو الالكتروفوريز بدمانسيوني هاد الالكتروفوريز بدمانسيونيال ديما فاش نسعملوني بدمانسيوني هادوه تنعودوه تتعود تنديرو الإلكتروفوريز جوج مرات يعني يبيني نديرو للاسيبارسو ديال نفس الشvaisشنتين لكن تنديروه جوج مرات فهنا نقلل إلكتروفوريز بدمانسيونيال عفوا يتونكم بنيزان دين بوكاليزاصن إيزو 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 إيزعي انتظار البيعات المتحدة يجعل الاخ proceso percentualيين gun def forhe الله يأخذ اليеюсь THE kann ي Beispiello درس التvaloras الى من اختيار H المحكم السrijل الشيء يعني الهو ايدي الهو ا mañana و المنطقة للمنطقة لقيت النظر نقطير الحكومة الكوش التي ستحصل فيها الإلكترافوريز تكون فيها جرادية الحالة يعني كل منطقة الحالة فيها الحالة من بعد ما نفعله؟ نحن نضع الشانتيون فينا هنا من بعد ما نضع الشانتيون فينا الوسط ما ما يحدث؟ يعني هذو البروتيين كل البروتيين يمشي حتى يصل إلى الحالة الحالة المناسبة له لكن هذا لا يوجد أن نضع على نضع للسانترافقات الزونال نضع لها المشي حتى يصل إلى الحالة المناسبة له يعني كل ملكول تكون رادي وعلى حالة حتى يصل إلى الحالة المناسبة له ما الذي يحدث هنا؟ هنا يشارج نحن نعرف أن نضع هذا الشانتيون هنا إذا كان الـ PHE كبير من الـ PHD للمليو فهو سيقوم بإمكان هذا البروتيين بإمكانه شارجي بوزيتيف لأنه يكون الـ PHE كبير من الـ PHD للمليو هل تشارج فيناه البروتيين؟ هل تقول إنه يجب أن يشارج في شارجي بوزيتيف؟ هل تعمل إلى هنا؟ ومو تبقى غادي وغادي تالية تتوصل إلى الـ PHE المناسب لك وتحبز صحي وإذا كان الـ PHE ديال هذك البروتيين يعني الـ PHE إليكتريك ديال البروتيين إذا كانت مثلا صغر من الـ PHE ديال هذك المليو وحنا نحطينا هذا البروتيين فالبروتيين سيكتسب بواحد الشحنة السالبة وشنو سيكتسب سحنة السالبة؟ سوف يحجر فيغل عنوض ويبقى غادي غادي تالين تتيوصل البي إيديالو ويحبس يعني هذا البروتين هو مشحته هنا ويحبس هذا الميلونج هو مشحته هنا ويحبس هذا حتى هو مشحته هنا ويحبس يعني تمشحت البي إيديالو يعني البي إيديالو مناسبة له ويحبس إذن هذه هي المرحلة الأولى من هذه الإلكتروفوريز بديمونسيوني إذن من بعد ما درنا السيبارات عن غرديون البي عاش إذن قلنا كل بروتين تمشحت البي إيديالو يحبس إذن هنا نحبس هذا ولكن هذا ليس بروتين واحد هذا يعني فيه مجمع عادل لبروتين ثاني من بعد ما درناه؟ بغينا هذه البروتينات اللي وصلون هنا يعني البي عاش ديالهم تساوي مثلا هنا تسعود بغينا أيضا نشوفوا شحال من البروتين كينا هنا شحال من البروتين كينا دينا في هذا الديبو هذا يعني شنو غادي نديره؟ غادي نديره دابع SDS يعني نديره سيبارات عن قوة عن قوة موليكيلا إذن تنهز هذا الجيل هذا الذي صافي برنال الإلكتروفوريسي وغاديون ديال البي عاش وكل يعني يعني كل الشانتين ومشحت البي إيديالو يحبس إذن نقص هذا الدائرة مشتلة عنو حبسات هذا المربع مشتلة عنو حبس هذا مشتلة عنو حبس يعني كله عمشة البي إيديالو تنهزوا هذا ما تنديروه؟ تنهزوا تنديروه في SDS تنديروه سيوغ جيل تنهزوا هذا الجيل بولي أكريلاميد وتنهزوا سيوغ جيل SDS ومعن تنهزوا سيبارات عنو حبسات إذن هذا الدائرة سيقوم بتقسم إذا كانت بمثل بمثل بروتين سيقوم بتقسم على حسب ماذا؟ على حسب لوبوة سيقوم بتقسم فقط على حسب لوبوة أعطيكم مثال بحال مثلا رجعوا للساحة هذه الساحة التي كنا نقوم بتقسمها ثاني قبيلة سيقوم بتقسمها إذن لدينا مجموعة الإينات ومجموعة للذكر أهم端 أول مثلا بنسبة زرحة نسبة رشرة لكل التعelles مثلا حساب حسب سن حساب العمر إذن قلنا لهم مثلا للمسا attitudes في العمر تلك اختراحة بين 15 إلى 17 فاناتذ مأتدى وللمساulas للمساعدة 17 إلى 19 وبالللمساعدة العمر ت pixel تعالى إذن هذه المجموعة ولمساعدة مثلاً 20 عام هذه المجموعة 20 عام هذه المجموعة 30 عام هذه المجموعة 40 عام هذه الأصبعي الأولى سنويني من بعد ما قالنا لهم هدو عمرهم 20 عام يوسير وتاني تصابقه يعني ما قالنا لهم الكتروفوريز ما سيوقع في هذه الحالة اللي خفيف كلهم عدوهم 20 عام و لكنه كان الوزن خفيف و للتقديل earnings و هدو هو نهال هذا ما هو موقع 실제로 كذا من علosion الهزم و��رادات رابعة الهزمة البروتيان مثلاً هناك المجموعة مجموعة البروتين البروتينين المجموعة مجموعة البروتين ٌ مسيسدس للانتعلوم أنه لا تس primitial لنفرقهم بسلو ونطايا ويباللنا يعني مثلا هذه الاينات اللي قناه لديك المجموعة اللي عمرهم عشرين عام بغينا نشوفوا ما حال فيها هذه المجموعة اللي عمرهم مثلا 30 عام ولا 50 عام ما حال من واحد فيها وهكذا اذا هاد الشي هادي هي الكروماتوغرافي او عفوا هادي هي الالكتروفوريز بديمونسيوني نقول هين هادي واحد الرسم يعني موبساط لهاتشي اللي قناه هو فاست لاحق ندرنا هي على سيپارацию إذن هنا درنا هي على سيپاراتش عن يعني سولون الغرادونخ كانت له اية المجموعة اجاد له هنا ومجموعة اجاد له مجموعة مجموعة اجاد له هنا من بعد ان ننزو هاد الجيل تندره تاني فالألكتروفوريز اث دي اس وهذه المجموعة تتقلل لسيبارسون سولون البواء وهذه تتقلل لسيبارسون سولون البواء إذن بهذا سنسألنا الشرح الإلكتروفوريز سأضع لكم فيديوات تطبيقية خاصة بهذه التكنيكة الإلكتروفوريز سأدخلوا الاشياء وصيروا الاسمية وصيروا البلايليست التكنيك شيميك على بيولوجيا سأتقلبوا في هذه القائمة التكنيك شيميك سأرى الفيديوهات الأقضاء سأضع تطبيقية الإلكتروفوريز سأضع تطبيقية الإلكتروفوريز إذن هذا الشيء الذي لا تنسوا شيء كما نقول لكم دائما سأضع لكم سأضع لكم هذا الشيء لكي تستفيدوا أنا طالب بحالي بحالكم تكشيل أعرف أن نحاول نتقاسمه معكم من ذلك حتى أنتم لا تقاسموا المعلومات مع الناس التي تضعفوا إذن هذا المكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته